أبدأ بيك يا دكتور إيمان وعايز أعرف سيكولوجية الزوج والزوجة مبدئيا فأول سنة هل لها طبيعة مختلفة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم وبشكرك على الجزئية دي لأننا بندرسها أن لازم لما يبقى في حياة جديدة بتجمع بين فرضين والفرضين دول من جنسين مختلفين فليهم سيكولوجي مختلف يعني البنت بتبقى متجوزة على أساس أسس معينة نفسية دخلة بيها وهو كذلك لكن لا هو يعي بيها ولا يتعي بيها فبالتالي بيحصل تصادم هي بتبقى دخلة على أساس أنه هتجبع الجانب الوجداني والعاطفي وفي استقرار أكثر من ما كانت عليه في أسرتها عايزة الجزء العاطفي عايزة الجزء الوردي الخروج الفسح أنها تعيش مع شخص فعلا كانت بتتمنى هو بقى الراحة التمة يلاقي حاجته تمام هي شركته في كل شيء بل بالعكس هي مسؤولة عن حاجات كتير فهنا بيحصل التصادم ما بين الاتنين لأن الفترة اللي بيتزوجوا فيها أو في بداية الزواج هما اتنين تجمعوا من بيئات مختلفة فالبيئات المختلفة دي تعمل مشكلة بجانب الدروب النفسي تعمل مشكلة في إيه؟ أنه أتعلم عداد وتقاليد مختلفة وهي أيضا تعليمت عداد وتقاليد مختلفة فهنا بيحصل أن أنا مش قادرة أتكيف مع الشخص ده لأنه كانت في فترة الخطوبة الحاجات دي ما بتبانش إحنا كنا بنوري أحسن ما عندنا أنا عايزة أجذبوا ليه ويجذبوا ليها فقط لكن المشكلة اللي أنا حتى بشوفها من خلال شغلي أني ما فيش أي أي تخطيط للمستقبل هنحل مشكلتنا إزاي؟ حتى مهما طالت فترة الخطوبة ما بتبينش؟ مش بطولها أو بقصرها هي بالتفاعل أنا بتخطب ليه؟ وأنا عايزة إيمي الشخص ده هل هو يليك؟ أنا دايما حتى ما بيجيني حد يستشعرني ولا أسألي نفسك هل ده يليك بأنه يبقى زوجك فعلا؟ هل ده يليك بأنه يبقى أبو أولادك؟ وكذلك السؤال للرجل فلكن أنا عايزة أتجوزه خلاص عايزة أفرحه بس وأحيانا بيورهم راية الحب عامية طالما مثلا في حب أنا مش شايف حاجة تانية ده حقيقة وما فيش تخطيط يا أستاذ زيشام في فترة الخطوبة خالص هو أن احنا نشتري مقتنيات وحاجات مادية فقط والشبكة والمهر والفرح والحاجات اللي احنا عايزين نملي بها شقة لكن أنا درست نمط الشخصية بتاعت اللي قدامي لا طب دي نصيحة للناس هي اللي بتخطوط دلوقتي المفودي يفكر فيه عشان يبني بيته صح أشوف الشخصية اللي أنا هعيش معها مش العفش اللي أنا هعيش معها الشخص ده يتناسب معه قدراتي الزهنية وهيديني الجزء العطيف اللي أنا عاوزاه بيعرف إزاي أعيش اجتماعي معه ولا يبقى أنت منقضة في عمل البيت فقط ملكيش عندي شغل كل ما يمكن أن احنا نتفق عليه في فترة الخطوبة أتمنى أنه حتى ولو يكتب أنا معه أن الحياة بعد كده تبقى مستقرة مش يفاجأ بأنه تقول له أنا عايزة أشتغل يعني إما هتطلق أو يقول لا أعودي من الشغل حسنا هتطلقك أو ما تخلي فيش دلوقتي يعني حتى لو اتفقوا وكتبوا الحاجات دي زي ما حاجت بتقولي ها مش قرآن أنا غيرت رأيك فيش مشكلة مش مشكلة بس الفكرة فكرة أن التزام أن أنا داخل حياة زوجي عنوان كده دايماً بدي عندي حتى للطلبة أنا بتجوز ليه هل عشان أنا شخص ده مقتنع به ولا عشان هو غني ولا عشان هو كذا وخلي بالك من الجزئية بتاعت التربية لو هي جاي من بيت أسرة قوية أو أسرة ممتدة زي ما بنقول هي بتبقى تقدر تتعايش وتتكيف مع كل الأسر حتى لو الأقل ليه النوية أو النووية لو هو جاي من أسرة نووية وهي متعودة على أنها بمعنى إيه نووية؟ نووية يعني زوج وزوجة وأبناء فقط ممتدة يعني زوج وزوجة وجد وجده بتعيلة يعني بتعيلة بتيجي تزورني عايشة مع جدتي هي لو متعودة على كده هيبقى كويس جدا لو مامتو جات ما فيش مشكلة لو بابا جي لكن لو والعكس هيقولها يعني إيه بقى جدتك يعني إيه الزيراتك كتير يعني إيه حد يجي ودي باشوفها عايز يعمل كلوس خالص على العيلة وبيجي اشتكيلي ده من تاني يوم عايزين يزوروها هي عادتها كده هو عادته كده فإحنا بنقول بعض إن إحنا في بداية فترة الخطوبة إن إحنا نشوف عادته وتقاليده تتناسب معايا ولا لا فكرة فكرة التكافؤ بنقصين كده التكافؤ خلال